احدروا شركة وهمية تنصب على مئات المغاربة وتختفي عرفت عدة مدن في الآوينة الأخيرة حوادث نصب واحتيال تحت ما بات يسمى بضحايا شركة LST المتخصصة في كراء وتأجير معدات الطاقة التي نجحت في جذب العديد من الضحايا اللاهثين وراء الربح السريع قبل أن يقعوا في شباك نصابين ومحتارين محترفين وسبق لشركة الوهمية المذكورة أن افتتحت فرعا لها بمدينة تطوان نهاية شهر أكتوبر الماضي حيث أقامت حفلا استقطب عشرات من الضحايا الذين قدموا لمشاركة شخص يدعى سليمان بفرحة افتتاح هذا الفرع الذي قدم معدات حديثة لشحن الهواتف مسويقا إياها على أنه مشروع واعد سيمكن الحاضرين من ضمان الروح السريع وتعمل الشركة في النصب على ضحاياها باعتماد نمط التسويق الهرامي حيث تدفع كل مشارك إلى استقطاب أناس آخرين لأن الخراط بمبلغ مالي معين حتى يتمكن من زيادة أرباحه بشكل متنامي كلما استقطب المزيد من الضحايا